مرحبا وقالله يسعد أوقاتكم بكل الخير اليوم معنا قصة من صميم الواقع أنا شخصياً بعرف واحدة صارت معاه وما بس كانت إنه خطوبة لأ كان فيه زواج ومن الطبيعي للأسباب التالية اللي حنسكرة هلأ كان ضروري إنه يصير فيه انفصال العنوان بيقول فسخت خطوبتي لكن خطيبي ما زال يلاحقني فكيف أتخلص منه أرسلت قارئة رسالة إلى خبير شؤون الأسرة تقول فيها أنا شاب أبلغ من العمر 19 عام كنت على علاقة بشاب واعتقدت في بادئ الأمر أنه رائع في الحقيقة كان كذلك كنا متوافقين بشكل كبير ونحب بعضنا بعض كنت أرى فيه فارس أحلامي لكن بمجرد أن تقدم لخطبتي أصبح مهوسا ومتشبثا بي بشكل لا يوسف الحقيقة أرهقني كثيرا التعامل معه بهذه الطريقة كان متطلبا جدا ولحوحا حاولت أن أحتمل ذلك لكني لم أستطع فقررت فسخ الخطوبة والتوقف عن لقائه والبحث عن أشياء أخرى تسعدني في الحياة شوفوا اسم الله جريئة ووعي بعد أن أخبرته أنني قد قررت التخلي عنه جنة جنونه وقام باقتحام شقة مرتين بل أنه بدأ بالبكى أمامي يرجوني ألا أتعرف على أي شخص آخر وأن أبقى بجانبه أنا مقتنعة بالانفصال عنه ومتأكدة أنها فكرة جيدة لأني أعلم أنني لن أستطيع تحمله الآن فما بالك فيما بعد عندما نتزوج أنا حاليا لا أشعر أنني بخير ولكن أريد أن أتخلص من كل ما يربطني به فكيف أتصرف وكان رد الخبيرة كالتالي أود أن أهنئك على امتلاكك لقوة الشخصية التي قادتك لتخليص نفسك من هذا الشخص قبل فوات الأوان هذا الرجل الذي ما زلت يتصفينه بأنه رجل رائع لم يكن سوى متنمر يريد السيطرة عليك وعلى رغباتك وحياتك ويبدو أنه مهووس بالسيطرة أنا مرتاحة لأنك تمكنت من تخليص نفسك منه لكنني منزعجة من وصوله إلى شقتك سيكون من غير المسؤول لي ألا أقترح عليك التفكير في درجة من الحماية الذاتية فإذا شعرت في أي وقت أنك في خطر فلا تتردد في الاتصال بالجيران أو الشرطة أو خط المساعدة الوطني المخصص للعنف المنزلي قوم بتغيير أقفال شقتك لتأكد من عدم وجود أي زيارات غير مرغوب فيها عليك أن تعلمي أن معرفة شخص ما على حقيقته والتأكد من عيوبه يستغرقان وقتا ومن الجيد أنك استطعت الإفلات منه قبل الغوص أكثر في هذه العلاقة بالنسبة لك يجب أن تتجاوز هذا الأمر وتنسي الماضي ولا تجعله يؤثر في حياتك فليس خطائك أنك تعرفت على شخص وظهرت فيما بعد حقيقته ربما تكونين قد اتخذت بعض الخيارات السيئة مؤخرا وعاملت نفسك بازدراء لكن حانل وقت للنظر في المرآة والعمل على كيفية الإعجاب بشخص جديد ومعرفته بشكل أفضل قبل الانغماز في أي علاقة الحقيقة الشابة رغم صغر سنة لكن فعلا تستاهل تهمئة لأنه واعية وحسمة الأمر لما فكرت بطريقة عقلانية شوفكم على خير بأمان الله